أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه في حال إقدام تل أبيب على الهجوم على رفاح الفلسطينية فإن ذلك سيسبب مشكلات مع مصر التي يحرص على العلاقة معها وعلى المساعدة التي تقدمها وخلال مقابلة مع شبكة سي أن أن شدد بايدن على أن بلاده ستوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل حال أمر رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو باكتاح مدينة رفاح الفلسطينية إذا اكتاحت إسرائيل رفاح الفلسطينية فإن ذلك سيسبب مشاكل مع مصر التي نحرص على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها وقد أوضحت لنتنياهو ومجلس الحرب أنه لن يحصل على دعمنا إذا اكتاح المناطق السكنية في رفاح الفلسطينية